بعد 130 عاماً من قتال القوات الاستعمارية الفرنسية في جنوب ما يعرف الآن ببنين عادت أمازونيات داهمي كبطلات على شاشات السينما بعد بطولات قدمناها على الأرض منذ قرون من أجل بلادهن نحن نعلم أن الأمازونيات هن المحاربات الإناث في جميع عنحاء إفريقيا لذا بصراحة إنه لمن دواع فخر البنين أن يكون لديها فيلم تم تصويره بالخصوص هو ليس فيلماً عادياً إنه فيلم هوليوود بصراحة إنه فخر كبير بالنسبة لي وأنا فخور حقاً برؤيته أمام غالبية سكان بنين أنا متحمس للغاية ومغمور حقاً جسد فيلم The Woman King الذي أنتجته هوليوود قصة الأمازونيات وهن المحاربات اللواتي شكنا وحدة نخبة في جيش مملكة داهمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لمحاربة المستعمر الفرنسي الفيلم يعيدنا إلى جذورنا وتاريخنا ومشاهدته تعد لحظة يتمازج فيها الفخر بالوطنية تجمع ممثلات الفيلم على أن أدوارهن كانت بمثابة تحدي فهؤلاء المقاتلات كنا على استعداد لتضحية من أجل وطنهن وبفضلهن نلن هذا الشرف الكبير اليوم أمام الجمهور وهذا ما يدعو حسبهن إلى تقديم المزيد من الجهود من أجل تحقيق النجاح في مصارهن بعد النجاح المبهر الذي حققه فيلم The Woman King في الخارج قررت حكومة بنين استخدامه في الهوية المرئية للعاصمة في وقت تسعى فيه إلى تطوير إمكانتها السياحية بفضل تاريخها الغني اشتركوا في القناة